السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن اليوم سنتعرف على أحسن طابلت داخل المغرب وهي طابلت قنبولة صراحة بمميزات جد جد رائعة وشكل جد آنيق إذن سوف نتعرف في هذا الفيديو على أهم مميزات وعيوب هذه الطابلت طابلت إيتيل باد والأولى والتي تمانها في السوق هو 1600 درهم مغربية وحيث سوف أذكر تمانها بالدولار وبالحملات الأخرى وقبل أن نخوض في تفاصيل المميزات وعيوب هذه الطابعة أرجو منكم أن تقوموا بالاشتراك في القناة وذلك ليصلكم جد جديد ونتعرف على محتويات العلبة التي تأتي في الطابلت ذلك كما ترون فهي طابلت مزودة بشاشة كبيرة بحجم 10 بوصات وبدقة 800 إلى 1280 ميجا بيكسل هذه الطابلت تأتي بذاكرة داخلية مساحة 128 جيجا إضافة المكونات نجد شارجور للأسف من العيوب هو أنه لا يدعم الفست شارج هذه من بعض العيوب ولكن نكمل في المميزات فالطابلت أيضا مزودة بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل كما أنها مزودة بسماعات خارجية تونائية كما أنها تقبل دعم شبكات الاتصال الجي الرابع 4G تأتي أيضا بهذا الغلاف البلاستيكي الأنيق كما أنها تدعم الراديو كذلك أفهم المستشعيرات فيها مستشعيرات للتقارب والتسارع من أهم مميزاته أنواع الحماية حيث أنها ممكن أن تتعرف على الوجه أو النمط الرقم السري وحتى الكود المرسوم وتدعم الأقلاء كما أن من محتوياتها أيضا الجهاز الشاحن الكابل USB والكاسك للحماية إضافة إلى دبوس الشرائح دبوس الشرائح والذكر فهي تدعم شريحتين سيم وشريحة للذاكرة إضافية ممكن إضافتها أيضا من مميزات الكاميرا هي تقنية HDH وإشارة الالتقاد كده إضافة إلى كشف الوجو والابتسامات والمؤقت الذاتي إضافة بطبيعة الحال إلى وجود الفلاش وهو فلاش جد قوي ورائع كما أنها تدعم البلوتوت والجي بي اس إضافة إلى تقنية NFS وموجود منفذ USB كما أنها الكاميرا من مميزاتها هي التقريب الرقمي والتركيز باللمس إضافة إلى البانوراما والمؤقت الذاتي والعديد وإعداد توازن الأبيض كما أن تقنية الفيديو هي بدقة 1080p fhd أعلى جودة بالنسبة لجودة الكاميرا وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وللأسف الكاميرا الخلفية هي التي فيها فقط 5 ميجا بيكسل إذا هذه من العيوب هذه الطابعة وأن الكاميرا الخلفية ضعيفة الجودة اسم المعالج هو يونيسوك تمنية وتسعين الف وتلاتة وستين بالنسبة لدقة التصنيعية 28 نانو متر أما الرام فهي 4 جيجا بايت رائعة رائعة إضافة إلى أن الداكرة الداخلية 128 جيجا بايت وهو رقم جد جد كبير ومناسب ورائع بالنسبة لتمانيها البسيط مقارنة مع هذه المميزات خيارة تخزين 4 جيجا بايت إضافة إلى الداكرة خارجية 128 جيجا بايت إضافة الداكرة خارجية يمكن أن يدعم أي بطاقة ميكرو أسيدي أما النظام التشغيل فهو أندرويد 12 نسخة Go النسخة ممتازة ورائعة كما أن تشاهدون أن الدقة وفي الصور هي جد جد رائعة الكاميرا الخلفية للأسف فهي تدعم فهي فقط 5 ميجا بيكسل نوع الشاشة هو EPS LCD وحجم الشاشة هو 10 بوصات جد ضخمة دقة شاشة 1128 على 80 أبعادها 16 على تسعود ونسبة الشاشة هي 76.1% كتافة بيكسل رائعة 200 بيكسل في كل إنش أما بالنسبة للوظائف الأخرى فهناك وضع حماية العين والوضع الليلي 16 مليون لون قمة في الروع الطول 241 ميلي متر والعرض هو 160 ميلي متر أما بالنسبة للسبك فهو 8.2 ميلي متر ووزن الجهاز هو أكثر من نصف كيلو جرام 523 جرام بالضبط أما بالنسبة للإطار فهو إطار أليمينيومي والظهر كذلك من عيوبه كذلك هو أنه يأتي فقط بلونين إطنين الأسود والرمادي هذا من السلبيات أو العيوب هذه الطابعة بالنسبة يدعم جميع الشبكات 2G 3G 4G GPS DGE أي سرعة فهو يدعمها إذن فمواصفته العالمية هي مواصفة جد ممتازة وتم الإعلان عن هذا الجهاز فقط خلال مارس في هذه السنة في سنة عفواً 2023 وصدر في نفس التوقيت بالنسبة للوني الجهاز ممكن أن تجده في الرمادي والأزرق وكما قلت فهو من السلبيات التي توجد في الجهاز هو أنه لا يوجد ألوان أخرى لهذا الجهاز فقط الرمادي والأزرق بالنسبة للتامان فقلنا 160 دولار أمليكي يعني 1600 درهم مغربية صراحة تامان رائع وقليل مقارنة مع مميزاتي بالنسبة للبطارية فهي 1000 ميلي أمبير ممكن أن تحافظ حتى السبع ساعات من الشارج بكل بساطة إذن الكاميرا الخلفية 5 والأمامية 8 الرام 4 جيجا الداخلية 128 جيجا بيت ونأتي الآن إلى عيوب للأسف عيوب هذه الطابعة رغم أنها قليلة وغير لا تؤثر على جودة سأترك لكم حرية القرار بالنسبة للعيوب الطابلات إيتي الباد أن الطابلات يأتي بمعالج يونيسوك والذي يعتبر أداء هذا المعالج ضعيف ودون المستوى ولكن بالتجربة وهو لا بأس به لا بأس به يعني مقارنة لا مع تمان لا مع طريقة المعالجة متوسط الطابلات لا يدعم معدل تحديد الشاشة 90 هرتس الطابلات غير مزود بمستشعر جيروسكوب وعدم وجود البصامات لا يدعم البصامات الطابلات لا يدعم الشحن السريع للبطاريات ولكن الطابلات لا يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع كما قلنا أو بصمة الوجه دقة الكاميرا الخلفية التي تعتبر أهم عيوبه هي تعتبر ضعيفة 5 ميجا بيكسل فقط وهذا وسعر هذا الجهاز هو أرخص نسخة وأحسن نسخة مقارنة مع المميزات والعيوب في طابلاتات آخرين ترجمة نانسي قنقر